وحطه في السجن كأنه بيزج نفسه هو هو اللي اختار هو اللي اختار انه هو السجن الابدي لانه ما قدرش يسامح صاحبه بطرس لما سأل رب يسوع قال له ايه يا رب كم مرة يخطئ الي يا اخي وانا اخفر له هل الى سبع مرات بطرس بقى كان شاطر اوي كان فاكر ايه ان الرب بقى ايه هيقول له لا يا حبيبي ده كده سبع ده كتير اوي لا احنا نخليه خمسة اربعة يعني هينقصه له شوية هو عشان التقليد اليهودي انه تلت مرات الغفران فبطرس بح بحة عاوز يكون كريم مع الرب يسوع فجاء الرد الصادم كان صادم طبعا فوجئ بقى الرب يسوع لما بيقول له ايه لا اقول لك الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سبع مرات ايه ده يا رب ده يعني سبعين في سبع يعني هنقعد بقى عدة انا بقى كل غلطة اجي واحد اجي اتنين ينقعد عدة لغاية موصل لربعمائة وتسعين مرة وبعد كده قال له كمان مثل والمثل ده مهم انه فكرة السبعين السبع مرات انه بلا حدود بالزبط كده يعني مش همسك ورقة وقلم اقول ايه اخويا نظار اقول ايه بالزبط كده هاقول اخويا اجي غلط فيها واحد النهاردة بكرة اتنين تلاتة وافضل بقى عد يعني وبعدين فيه احنا بنستخدم الاكسبريشن اللي بقول طب انا سمحتك اول مرة اه 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 بالزبط يعني هاي الفكرة كده ذات نفس اه الموجودة عندنا بالزبط ده ده للاكسب ده اللي احنا دايما بنتعمل به الرب يسوع قاله بقى مثل مهم جدا جدا اه مش هطول فيه لكن احنا لازم نعرفه طبعا اه 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 مثل غريب قوي لما مالك عايز يحاسب عبيده اه اه وتقدم ليه مديون بعشر تلاف وزنة والمديون ده ما كانش قادر يسد الدين حتى لو هو وامراته وولاده اتبعوا فعمل ايه المالك ده كده مرة كده حياه مش هيقدر يسد بالزبط كده المالك ده عمل ايه سامحه في الدين كله يخرج بقى العبد دوت وهو خارجي قابل زميله اللي ما ديون له بمية وزنة ويطلب منه سوري بمية دينار ويطلب منه ان هو يسامحه اه التاني يرفض ويحطه في السجن يعني بجد مبتال بجح سوري يعني في الكلمة لا ومسك فيه خناءه كمان كمان يعني فطبعا كانت يعني حاجة يعني غريبة جدا طبعا الزملاء كل الرفقاء بتوه طبعا لما شافوا كده استاوا جدا اكيد وراحوا للسيد سيدهم وقالوا له اللي حصل الرب بقى هنا بيقول ايه قال له ايه السيد ايها العبد الشرير وكأن الكلمات دي لكل واحد فينا على فكرة ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي كأنه بدل ما نحط العبد الشرير هنكتب اسم كل واحد الآن هقول يا مجدة كل واحد يحط اسمه كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي لك أنت أيضا أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب السيد وسلمه للمعزبين عشان يوفي الدين يطر هيوفيه مش هيقدر وحطه في السجن كأنه بيزج نفسه هو هو اللي اختار هو اللي اختار أنه هو السجن الأبدي لأنه ما قدرش يسامح صاحبه الرب يسوع هنا عايز يقول لنا أنه كل اللي بيقفل قلبه على الغفران لإخواته كأنه بيحط نفسه هو بيزجن نفسه في السجن الأبدي هو ده اللي رب عايز يعلم هنا من المسأل دوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة